الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم يا ترى مين فينا محتكش في يوم من الأيام يفتح القرآن الكريم أو يدور في كتب السنة النبوية المشرفة علشان يشوف اللي ليه ولا عليه هركز في كلامي على السنة النبوية المعطرة لو قررنا ندخل أي مكتبة وطلّينا على كتب الحديث الشريف وقعدنا نقلب فيها هنفتكر إن الموضوع صعب جدا 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 عشرات المراجع والكتب اللي حفظت لينا كلام خير الناس صلى الله عليه وسلم حرقاته وسكناته صفاته الرائعة والجميلة زمان الحياة كانت بسيطة وكان الذهن صافي كان حب العلم للعلم مش للشهرة ولا الفلوس كان ممكن العالم يسافر بلاد بعيدة على جمل أو حصان يركب مركب بالأيام والليالي علشان يزور الراوي ويصنع منهم الحديث الشريف كانت ناس عظيمة وأكيد ربنا عوضها خير كتير قوي طب وبعدين إيه اللي حصل الدنيا اتطورت والمراجعة كترت قوي وإحنا لا حول لنا ولا قوة الحياة بقت أسرع مادية أكتر خلتنا كلنا نجري وراء لقم تدعيش أمهات كتب الحديث 14 كتاب أهمهم الموطع للإمام مالك مسند الإمام أحمد الصحيحين البخاري ومسلم السنن الأربع ابن داود والترمزي والنسائي وابن ماجة السنن الكبرى صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم الأحاديث المختارة للمقدسي مجموعة حديث الكتب دي 114 ألف حديث تحديدا 114 ألف و194 حديث مين عنده استعداد يقراهم كلهم أكيد أصحاب إنهمة من عالية تقدر لكن الناس البسيطة مش هتقدر طب إيه رأيكم إن 114 ألف شلنا منهم 110 ألف وبقوا 4000 حديث تحديدا 3921 حديث إزاي أنا أقول لكم إزاي في الفيديو الجديد ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير في الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته